قال برنامج الأغذية العالمي أن استهلاك الغذاء السيء والحرمان الشديد بين الأسر اليمنية ارتفع إلى 15% في سبتمبر مقارنة ب10% في مايو و13% في أغسطس من العام الجاري وأكد برنامج الأغذية العالمي في تحديثه الأخير أن معدل الحرمان الشديد بين الأسر اليمنية هو أعلى معدل تم تسجيله خلال عامي 2020 و2019 وأرجع البرنامج وعدم تمكن المزيد من الأسر من استهلاك الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور الدخل وانقطاع السبل العيش وتصاعد عنف ميليشيا الحوث الانقلابية